بعد معارك شرسة بين فصائل سورية معارضة وقوات النظام في مدينة معارة النعمان انسحبت الفصائل من المدينة على وقع ضربات جوية سيطرت خلالها قوات النظام والميليشيات الموالية لها على المدينة بشكل كامل هذا التصعد من قبل قوات النظام يهدف للسيطرة على الطريق السريع الرئيسي في إدلب الذي يربط بين العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا وجراء المعارك نزح أهالي وسكان البلدات والقرى الواقعة بريف معارة النعمان بشكل جماعي نحو الحدود التركية ومع تقدم قوات النظام على الأرض واقترابها من نقاط المراقبة التركية هددت وزارة الدفاع التركية بالرد على أي هجوم ضد نقاط قواتها في محافظة إدلب بأقوى وسيلة وبلا تردد متهمة النظام السوري بخرق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في إدلب في الثاني عشر من يناير عبر مواصلتها قتل المدنيين الأبرياء والتسبب بمأساة إنسانية بحق السوريين عثمان عمر العربية ترجمة نانسي قنقر